تشكل الزراعات التكثيفية المروية في الموسم الصيفي أهمية كبيرة لدى الفلاحين بريف حلب والتي تشمل زراعة الذرة وعباد الشمس والسمسم وأنواع مختلفة من الخضروات كالباذنجان والباندورا والكوسا والفليفلا والفاصلياء حيث تؤمن هذه المحاصيل اكتفاءا ذاتيا لأهالي الريف كما تحقق مردودا ماليا مجزيا وتسهم برفض الأسواق المحليات بالفائض منها طبعا محافظة حلب بالنسبة للمحاصيل الزراعية الصيفية والخضار الصيفية طبعا خططنا في محافظة حلب ما يقارب 2800 هكتار طبعا تجوزت الخطة الزراعية وخاصة في منطقة سفيرة التي تعتبر سلة حلب بالنسبة لإنتاج الخضار وصلت المساحات المزروعة ما يقارب 3500 هكتار بالنسبة للمحاصيل التكسيفية تشتهر محافظة حلب وخاصة المناطق التي تروي من مشاريع الرأي الحكومية في شرق حلب بزراعة الزراعية الصفرة التكسيفية طبعا المساحات المخططة 19000 هكتار أو 19850 هكتار المساحات المنفذة تقارب 13000 هكتار بالإضافة إلى عباد الشمس والسمسم عباد الشمس في عنا تقريبا ما يقارب 2000 هكتار مزروعة في الريف حلب الشرقي على قنوات الرأي الحكومية إضافة إلى السمسم مزروعة حوالي ما يقارب 5000 هكتار زارة 24 دلم 25 دلم صفرة سقيناها وموسم كويس ويعني شيء 15 يوم نحصد الحمد لله زارعين بيتنجان وعدنا فاصولية وذرع وكمان في عباد الشمس بس أكثر شيء زارعين معتمدين على البيتنجان زارة 60 دلم صفرة والحمد لله لدينا درع طيبة كويسة مي كتير زارعين عبادة والحمد لله موسم كويس وألاحظ عم نجففها وبدنا نبيعها زارعنا عبادة الشمس الموسم كويس كتير